من أول الحلقة هو عشان الكلام يبقى واضح فيلم 122 محبط جدا محبط لدرجة أنه احتمال كبير يحطم الرقم القياسي لعائدات شباك التذاكر المصري نصر وأمنية بيطلعوا مشوار شغل مع بعض المفروض أن الفلوس اللي حتيجي منه حتساعدهم على إتمام جوازهم ولكنهم بيعملوا حدث عنيفة على الطريق والمصابين كلهم بيتنقلوا على المستشفى أمنية بتفوق في المستشفى وبتسأل على نصر عشان تتفاجئ إن الاستقبال ما سجلوش دخوله ولما دكتور نبيل بيتعاطف معها وبيعمل اتصالاته بالمستشفيات المحيطة بيكتشف إنه مش موجود عندهم برضو ولكن سريعا أمنية بتشتبه في إن اختفاء نصر وراه سر كبير فيا ترى إيه اللي حيحصل أبتدي منين بص هو مبدئيا تقديم الفيلم اللي أنا لسه قيله ده أغلبه مش دقيق بص هو في الواقع أي حد حيحاول يقول أي تقديم للفيلم ده من غير ما يحرقه في الأغلب حيطلع مش دقيق 122 بينتمي لنوعية الأفلام اللي أحدثها بالدور في ليلة وحدة كابوسية اللي بنشوف فيها ناس بوسطاء بيلقوا نفسهم في صراع على حياتهم خلال ليلة وحدة ولكن مشكلة فيلمنا إنه مش قادر يقرر هو عاوز يحكي أنهي قصة بالظبط بداية الفيلم كانت جيدة جدا أسست لإمكانيات كتير وبانت طرق متعددة الأحداث ممكن تمشي فيها بس أي خيط الفيلم بيحاول يمسكه سريعا بيقطعه على نفسه هل الفيلم بيدور عن كفاح أمنية ضد كل الأصوات اللي بتؤكد إن نصر اختفى متسلحة بحبهم؟ الحقيقة لأ النقطة دي بتتحل بدري جدا طب هل ده الفيلم اللي المفروض نبتدي نشغل فيه دماغنا مع أبطالنا عشان نكتشف معاهم مين من الشخصيات صديقهم ومين عدوهم؟ الحقيقة لأ برضو ده كمان بيتطبح بسرعة جدا وحتى قبل ما القصة تكشفه ده واضح من التكسيد الضعيف جدا من الجميع تقريبا الفيلم مش حاجة معينة هو في الأغلب كل حاجة عنف وغمود وإثارة وصدمة وألعاب ذكاء مجتمعين مع بعض في فيلم واحد ما بيقدمش أي حاجة ليه هائمة فأي حاجة منهم أولا لأن الفيلم مش مركز على هدف واحد ويا دوب بيخربش سطح كل الأهداف الممكنة وثانيا لأنه معتمد جدا على كل النمطيات المعتادة في كل الأفلام المشابهة وثالثا لأنه فيه عيوب فنية وتقنية واضحة جدا في كل الأدوار الممكنة في البداية أنا حسيت أن مشكلة الفيلم ده في الإخراج ياسر الياسري في رأيي ما أظهرش أي علامة لمحاولة تحدي نفسه مفيش أي لحظة في الفيلم بتقدم المنتظر منها مفيش مشهد إطارة بيسبب توطر مفيش أي خضة بتسبب خوف مفيش أي مشهد أكشن بيسبب أي حاجة الأكشن متنفذ بشكل فقير جدا حسسني أن الفيلم ده معمول في التمانينات لدرجة أن المشهد اللي المخرج حس أنه عاوز يبروزه قوي وقدمه في شكل تصوير بطيء كان لشخصيتين بيحاولوا يجروا بيحاولوا بس مش بيجروا فعلا وبمناسبة الجاري فيه مشاهد في الفيلم واضح فيها جدا أن الشخصيات بتحاول تجري ببطء متعمد زي ما يكون كان قدامهم مسافة قصيرة جدا ومطلوب منهم أنهم يجروها في وقت أطول بكتير من المنطقي فكانوا بيحركوا درعاتهم أسرع بكتير من رجليهم كان موضوع محرق جدا ولكن عموما بعد شوية اكتشفت أن المشاكل مش بس في الإخراج دي في كل حاجة في الطريقة اللي الفصول مكتوبة بيها رغم البداية الرائعة للفيلم تقديم كل شيء مهم لقصتنا كان حقيقي ممتاز بس بمجرد لما المواجهات بدأت الموضوع قلب فوضى لدرجة أني حقيقي ما بقتش فاهم الشخصيات عايزة إيه ماذا يريد هذا الشرير بحق الجحيم؟ أغلب قراراته متنقدة مع بعضه وملهاش معنا كل ما هو متعلق بالعنف للأسف سيء جدا من أول المكياش بتاع الإصابات لغاية غياب العواقب لأي حاجة بتحصل لشخصياتنا للأمانة فكرة الشخصيات اللي ما بتموتش وبتفضل ترجع دي مقبولة جدا في فيلم زي ده وشفناها كتير في أفلام زي دالونكس جودنايت وليتل ويبن فور ومؤخرا جيت اوت بس يبان عليهم حاجة طيب؟ ينهجوا ولا يعرجوا ولا أي حاجة؟ طب شوية صداع خفيف من الحادثة؟ أنا عارف إن كل دي تبان مشاكل إخراج بس مفيش أي حاجة جنب الإخراج كانت مسعبة حتى الأداء التمثيلي بتاع شخصيات بيحربوا عشان حياتهم وبيخوضوا أكبر تجربة مرعبة في عمرهم مش مقنع ده بيتطلب تكسيد من نوع خاص يا جماعة يمكن ملوش علاقة قوي بقدي إيه أنت أصلا ممثل كويس؟ وكلهم ممثلين كويسين لأن المشاهد اللي بنشوفها في البداية واللي بنشوفها في شكل فلاشباك التمثيل فيها كان ممتاز وخصوصا من أمينة خليل اللي بتلعب دور بنت صماء وأداءها كان حقيقي جيد جدا بس في المشاهد بتاعة الكوابيس اللي هم بيخوضوها دي الدنيا كانت رتيبة جدا حتى الشخصيات الشريرة كل فكرتهم عن الشر هي إنهم يشعلقوا حواجبهم وليه فيلم زي ده محتاج كل العدد ده من ضيوف الشرف؟ وأعتقد إنه من حق المشاهد إنه يعرف إن الفيلم ده من بطولة أحمد داود وأمينة خليل وطارق لطفي بس البقيين كلهم ضيوف شرف والصراحة الموضوع بوخ جدا وبيرجعوا يزعلوا لما بنتكلم عن الشلل حتى الأدوار دي مش عاوزين تسيبوها الممثلين صغيرين يثبتوا نفسهم ولو الموضوع عشان نبيع تذاكر طب وآخرتها إيه؟ إحنا قربنا نوصل لإن الصناعة كلها تبقى 10-15 إزب اللي منهم مش قاين بدور البطولة طلع في دور مساند كضيف شرف أقول للبقيين يروحوا طيب؟ مرة كمان فيلم 122 محبط جدا النوعية والفكرة ما بنشوفش منها كتير في السينما المصرية وخصوصا مؤخرا بس برضو ما قدرش أقول عليها خطوة على الطريق الصحيح لإن ما فيهاش اجتهاد وما فيهاش إبداع ومليانة كسل ونقل تقييمي لفيلم 122 هو 4 من 10 وده التقييم بتاعت النسخة اللي بتتعرض في السينما العادية معرفش لو في المراجيح بتاعت الماكس 4D الدنيا ممكن تبقى أحسن ولا لأ مناقشة الحلقة إيه هو أكتر مش هتشوفتوه في فيلم مصري حقيقي رعبكم؟ ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شاروا اللايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجالكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وبي باي